اشتركوا في القناة احييكم من خلال هذه القناة القسم العربي لقناة كي بي اس واحيي مستمعيكم الكرام وبالأخص الكوريين الذين تحدثون اللغة العربية وهذه القناة سوف تسهم في تعريفهم بالثقافة وبالحضارة العربية وتربطهم بالأحداث التي تحدث في الدول العربية وكذلك هي قناة اتصال للعرب المقيمين في كوريا لربطهم بثقافتهم العربية وبلا شك ان هذه القناة تعكس مدى التطور في العلاقات القائمة بين جمهورية كوريا وعموم الدول العربية عرفنا يا سادة السفير سلمت قبل شهر تقريبا أوراق اعتمادك كسفير سلطنة أمان لرئيس الكوري منجئين ويبدو أن تقديم أوراق الاعتماد استغرق وقتا يعني أطول من المتوقع ما هو شعورك وأنت تبدأ محمد جديد في كوريا كسفير لبلادك في الخارج لأول مرة؟ العلاقات العمانية الكورية ممتازة ولم أتخر في تقديم أوراق الاعتماد ولكن الظروف جائحة كورونا والجميع يعرف عنها هي ربما تكون السبب وهو سبب نفهمه جميعا يحدث في معظم الدول والهدف الذي أسعى إليه خلال فترة عملي في جمهورية كوريا إلى تعزيز وتنمية العلاقات المتميزة بين عمان وجمهورة كوريا وفتح آفاق جديدة للتعاون في مختلف المجالات كوريا دولة متقدمة صناعيا تقنيا تعليميا وهناك فرص جديدة وربما تفتح للتعاون بين البلدين وأيضا سلطنة عمان مقبلة على تحولات اقتصادية كبيرة سوف نرى بأن المستثمر الكوري يجب أن ينتبه إليها وأن يعمل بجدل الاستثمار في المناطق الصناعية وفي الفرص الاقتصادية التي ستتوفر في سلطنة عمان قرأت عن تاريخك المحني ووجدته حافلا وغنيا جدا بخبرات منوى في إدت أمريكا من جنيف ولندن وسنغافورة يعني أريد أن تشرح بنفسك للمستمعين عن هذه الخبرة باغتصار هو العمل الدبلوماسي أو الدبلوماسي ينتقل من دولة إلى أخرى ومن قارة إلى أخرى وربما أنا حضيت بأن عملت في عدة دول بما فيها المملكة المتحدة وسنغافورة وأيضا في الأمم المتحدة في جنيف وهذه تخلق يعني التنوع في الأفكار وتنوع في الخبرات وإثراء في المعرفة إذن ما هو آخر تطورات أو الودع الحالي في علاقة التعاون يعني بين كوريا وسلطنة عمان الوضع الاقتصادي بين سلطنة عمان وكوريا متميز وخلال الأسبوع الماضي شركة النقلة البحرية العمانية استلمت سفينة كبيرة من شركة دايو وفي نهاية هذا الشهر سوف يتم تسمية سفينة أخرى وهو في إطار مشروع لبناء ثلاث السفن تم التوقيع عليها العام الماضي في شهر يونيو وهنا أود أن أشير منذ عام 2008 الشركات الكورية بنت ما يقارب من ثلاثة وعشرين سفينة كبيرة وصغيرة لشركة النقل البحري تتعدى تكلفتها الإجمالية مليارات الدولارات الأمريكية وهذا يصب في تعزيز أواصر التعاون والصداقة بين البلدين إذن ما هي أكبر القضايا المعلقة في العلاقات الحالية بين كوريا وسألتنا تؤمن وتريد حلها الحمد لله لا توجد هناك قضايا معلقة وإنما هناك رغبة من كل الجانبين على تعزيز علاقات التعاون علاقات الصداقة واستثمار الفرص الاقتصادية من كل الجانبين لتعزيزها وتطويرها نعرف بأن العلاقات العمانية الكورية بدأت في قيمة العلاقات الدبلوماسية في 1974 والسفارة الكورية قيمت في عمان عام 78 وسبعين والسفارة العمانية قيمت في سئول عام 84 ومنذ 1974 هناك علاقات اقتصادية قوية ومتينة وتنمو بإضطراد المزهر بما فيها عقود لتوريد النفط والغاز إلى كوريا والشركات الكورية ساهمت في بناء العديد من المشاريع البنى التحتية في سلطنة عمان منذ عام 1974 وخلال السنوات الأخيرة هناك حظيت الشركات الكورية بمشاريع كبيرة في عمان منها العمل على توسعة مصفات صحار وهي أكبر مصافي في سلطنة عمان وأيضا الاستثمار في مشروع لواء البلاستيك وفي مشاريع العطريات كبريات الشركات الكورية متواجدة في عمان شركة سامسونج للإنشاءات مع شركة دايو الآن تقوم ببناء مصفات الدقم وهي تعتبر أكبر المصافي في الشرق الأوسط وهو استثمار عماني كويتي تبلغ قيمة الإنشاءات في حدود أربع مليار دولار أمريكي كذلك شركة دايو قامت بإنشاء الحوض الجاف في منطقة الدقم وأيضا في تواجد لشركة جي أس وأيضا لشركة الجي في عمان إذن مقارنة بالعلاقات بين دول العربية الأخرى وكوريا كيف ستكون جوانب العلاقة بين كوريا وسلطنة أمان التي تريد أمان أن تتعزز أكثر في إطار رؤية عمان 2040 والتي سوف يتم التقليل فيها من مساهمة النفط والغاز في الناتج القوم الإجمالي للسلطنة هناك عدة قطاعات تركز عليها السلطنة للمساهمة في الناتج المحلي الإجمالي منها قطاع السياحة وهو قطاع واعد ويقدم الآن في حدود ثلاثة ونصف بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي في عمان وحسب رؤية 2040 من المتوقع أن تصل مساهمة هذا القطاع أو القطاع السياحي في الناتج المحلي الإجمالي إلى 6% فالشركات الكورية ربما تجد هذا القطاع هو قطاع متميز ويمكن الاستثمار فيه في سلطنة عمان من خلال التقربة الكورية في هذا القطاع أيضا قطاع الاستزراع السمكي هو قطاع متميز وقطاع واعد في عمان وترى الحكومة بأنه سوف يسهم إسهاما كبيرا في تنويع مصادر الدخل وهناك مشاريع سوف تنفذها الحكومة التكنولوجيا الكورية في مقال الاستزراع السمكي تكنولوجيا قوية ويمكن للمستثمرين الكوريين اقتناص عديد من الفرص في هذا المجال أيضا السلطنة تركز على قطاع تقنية المعلومات وفقا لرؤية 2040 وكما يعلم الجميع بأن قطاع تقنية المعلومات في كوريا قطاع متقدم كوريا من الدول الصناعية المتقدمة في هذا القطاع وممكن أن يثري هذا القطاع بتعزيز التعاون بين البلدين إذن مؤخرا استدفنا يوتيوبر كوري مشهور في هذا الفرنامج وكان من المدحش بالنسبة لي أن يكون ذلك الشخص العادي الذي لم يدرس اللغة العربية وليس لديه أي صلة بالعالم العربي قد سفر بالفعل إلى أمان كسائحة وحده وكان الأمر الأخثر إثارا للدحشة يعني أنه اختار أمان باتبارها البلد الذي يركب أكثر في العيش فيه يعني من بين العديد من الدول العربية التي زرها فما هو سر جاذبية أمان كوجهة سياحية عالمية أولا أحيي هذا اليوتيوبر على اختياره المتبيز أمان تزخر بمقومات سياحية كبيرة ولذلك فإن رؤية عشرين أربعين اعتمدت عليها على قطاع السياحة كرافد للناتق القوم الإجمالي في عمان والسياحة في عمان تتمتع بالطبيعة الخلابة البكر التي تختلف عن نظيرتها في عديد من الدول وأيضا بالأخص لقطاع الشباب الذين يحبون المغامرة فإن في عمان هناك العديد من الأنشطة الرياضية مثل تسلق الجبال أو المشي بين الجبال أو قطع الصحراء وبالأخص بفصل الشتاء في مثل هذا الموسم من العام وأيضا من خلال تشجيع الشباب لزيارة السلطنة قامت وزارة السياحة بالتعاون مع العديد من رجال الأعمال بتهيئة العديد من النزل وهي النزل الفندقية وهي أقل مرتبة من الفنادق وهذه النزل تكون في القرى العمانية وهي عبارة عن بيوت عمانية قديمة يعيش فيها السائح أو حتى المواطن العماني تقربة تراثية وسياحية وتاريخية أيضا من خلال البيوت القديمة ومن خلال البيوت القديمة التي تتميز بطابعة المعمار المختلف فهذه أيضا تشجع السياحة الداخلية وتشجع أيضا السياحة الخارجية إذن سادة صفير هل هناك أي تغيير أو مستجدات في ذل القيادة الجديدة لسلطنة عمان؟ لا يوجد هناك أي تغيير في السياسة الخارجية العمانية فصاحب الجلالة السلطان حيثب بن طارق في أول خطاب له للعمان بعد توليه مقاليد الحكم أكد على ثوابت السياسة الخارجية العمانية وعلى انتهاج نفس النهج الذي انتهاجه هو السلطان قاموس بن سعيد طيب الله ثراث والتي تقوم على احترام سيادة الدول وعدم التدخل في أشئون الداخلية للدول الأخرى وحل النزاعات بالطرق السلمية وفقا لمبادئ الأمم المتحدة وقوانين القانون الدولي إذن لابد أنك زرت العديد من البردان حول العالم وعشت فيها يعني فما هي الأشياء الجديدة التي تشعر بها في كل مرة تدعب فيها إلى مسقط راسك في أومان هل التغيير سريع جداً أم بديئة جداً أو لا يوجد أي تغيير؟ هو في السنوات الأخيرة شهدت مصفط العديد منها وعمان ككل عديد من التغييرات في ألبنا التحتية وفي الإنشاءات وفي الطرق فدائماً بين كل فترة وأخرى نجد تغييرات جديدة وهي ما يجعل لنا تبعث لنا الأمل بأن المستقبل عمان هو مستقبل الواعد إذن بخلاف التغييرات الاقتصادية وتكنولوجية كيف تشعر حيال التغييرات في أفكار الناس وقيمهم أو تغييرات العاطفية والمجتمع دائماً في تغيير المجتمعات التي لا تتغير المجتمعات تندثر والمجتمع العماني كباقي المجتمعات البشرية والمجتمعات الإنسانية تتقدم وتتطور وتتغير ونستطيع أن نقول بأن منذ وجود أو دخول وسائل التواصل الاجتماعي إلى العالم في أفكار كثيرة تغيرت لدى الأفراد وبالأخصة جيل الشباب فلذلك نجد أن الحكومة تولي أهمية خاصة لقطع الشباب وفي هناك يوم في السلطنة يتم تخصيصه للشباب للتوعية بأهمية الشباب بدورهم في التنمية الاقتصادية في عمان إذن خلال فترة إقامتك القصيرة في كوريا هل اكتشفت أي جاذبية لثقافة كوريا تريد نقلها إلى المجتمع الأماني وبالأكس ما هي الأشياء الجيدة في عماني التي تريد نقلها أو تعرفها إلى الشعب الكوري أو إلى المستمع الكوري وقت تشابه كثير في عدد من العادات والثقافة بين عماني وكوريا ومن أهمها هي احترام وتوقير الكبير فالمجتمع الكوري معروف باحترام وتوقير الكبار السن وكذلك في المجتمع العماني بشكل خاص وهناك تقديس لقيم الإسرة فالمجتمع الكوري يقدس قيم الإسرة بالإضافة وجدت إلى عمان المجتمع الكوري مجتمع مثابر مجتمع وقدت فيه خلال الفترة القصيرة احترام كبير وتفاني لقيم العمل ويتصف بالإنجاز هذا الإنجاز هو التي جعلت كوريا في ثلاثة عقود تنتقل إلى دولة صناعية وإلى أقوى الدول الاقتصادية في عالم بستوى العالم كما تعلم كوريا دولة دايناميكية فما هي أكثر الأخبار إثارة للإعجاب التي اطلعت عليها منذ قدومك إلى كوريا هو ما لاحظت منذ قدومي إلى كوريا ونحن في خلال جائحة كورونا التزام المجتمع الكوري بالقوانين التي تفرضها الحكومة وتعاون التام مع ما تقرره الجهات الصحية في كيفية مكافحة وباء أو جائحة كورونا فوقت فيه احترام كبير لقواعد التباعد الاجتماعي التزام كبير في مسألة ارتداء الكمامات يعني حتى في المؤسسات الحكومية أو المؤسسات الخاصة أو الأسواق هناك التزام بالقواعد الصارمة التي اتخذتها الحكومة لمكافحة هذا الوفاق إذن سؤال الأخير ما هو المحمة أو الحدف الذي تريد تحقيقه خلال فترة ولاياتك كسفير في كوريا أو التحقيق العديد من الأهداف والطموحات أهمها تعزيز وتوطيد العلاقات القائمة بين سلطانة عمان وجمهورية كوريا بشكل ملموس كيف بشكل أنا أنظر إلى تعزيز التعاون بين الأفراد بين المجتمع العماني والمجتمع الكوري والذي سوف يسهم بلا شك في تعريف المجتمع الكوري بعمان وسوف يسهم في تعريف المجتمع العماني بالثقافة والحضارة الكورية وهذا لا يتأتى إلا من خلال تعاون الجانبين أأمل بأن يكون هناك خطة لدى الطيران العماني لتسيير خط مباشر يربط مسقط بسيول ياريت إن شاء الله أريد أن أزور أمان بهذا الخط المباشر إن شاء الله في نهاية هذا اللقاء نشكر سعادة سفير زكريا السعدي سفير سلطنة أمان الجديد لدى كوريا الجنوبية على تقصيص وقتك الثمين وعلى هذا اللقاء الشيق ونتمنى لك توفق والنجاح إن شاء الله شكرا جزيلا شكرا جزيلا على هذه المقابلة شكرا 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 شكرا